في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد والمشروعات الهندسية وإدارة المشروعات الهندسية من الجامعة الأمريكية دكتور محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وهذا المؤتمر زي ما تكلمنا عن التكريم وتكريم الرواد واللي أسنو واللي كان لهم دور في تاريخ النادي الأهلي نتكلم بقى عن الجزء الهندسي وجزء الانشائي اللي كان محور هذا اللقاء واللي كابتن خطيب وصفه ان هي كلمة أو لقاء مع الجامعة الأممية ومع جمهور النادي الأهلي الحمد لله طبعا الموطار ماشي بشكل كويس زي ما كابتن محمود قال هو لقاء مش مؤتمر يمكن مع السادة أعضاء النادي الأهلي وبنخاطب فيه كل أعضاء جمهور النادي الحمد لله يمكن اليوم يشي بشكل حلو طبعا بالنسبة للجزء الخاص بالمنشآت الهندسية وتطوير المنشآت دي يمكن الحمد لله زي ما كابتن خطيب قال كانت من أول يوم يعني من قبل الانتخابات كمان وإحنا فكرنا في برنامج عائلات الأهلي وبرنامج الانتخابي إنه إحنا يبقى شخصية النادي الأهلي والآيدنتي بتاعة النادي الأهلي تكون موجودة جواه مباني عايزين ما يميز النادي أهلي النادي أهلي نادي عريق نادي كبير بتاريخه عظيم طيب إحنا إحنا إزاي نجسد ده بشكل ملحوظ بشكل ظهر للناس فيمكن كاما ضمن الأفكار إنه إحنا نحط ونجسد شخصية النادي جوا المباني النادي تبقى داخل النادي الأهلي سواء في الجزيرة في مدينة ناصر الشيخ زايد حاسس أن أنت جوا النادي الأهلي لأنه يعني النادي الأهلي دائما بنعتبره مميز عن أي نادي آخر يمكن دائما بنعتبر النادي أهلي للريادة فده عايزين برضو يبقى ظاهر جوا مباني النادي الأهلي بشخصيته ده اللي اشتغلنا عليه بشكل كبير الحمد لله وعرضنا النهاردة يمكن عليك ويعني وربك ونعجب الناس يعني قسم المطل الهندسية لشكل بوابة الأهلي وصور النادي والمبنى الاجتماعي الأمور دي أنا عارف أنك اشتغلت عليها من فترة كبيرة يعني حتى كان لك يعني اجتهاد شخصي في هذه المسألة ومتعلق بدراستك كمان والماجستير اللي حصلت عليه وكمان عبدأ بالجزئية دي لأنني عايز أروح لجزئية جامعة ريال مدريد تمام تمام لا هو طمعا أنا كابتن محمود يمكن قالي الكلام ده النهاردة وأنا وبشكره جدا هو يعني الحمد لله يعني كان أسنع على أداء الجميع سواء المجلس أو أعضاء المجلس بنشتغل كل شغل جماعي وسواء الناس اللي وراء المجلس كمان اللي هي بتشتغل معنا من قلبها بدون أي حاجة ما تكون موجودة جوه النادي أو مش موجودة فهو ده يميز النادي الأهلي والحمد لله يعني كابتن خطيب هي دي الروح دايما اللي بيخليها ما بنا ده دايما بيطلع ما هو أفضل للنادي فده اللي الحمد لله اشتغلنا عليه محمد زي ما انتا قلت كانت فكرة من ضمن الأفكار ان احنا هنحط شخصيتنا دي أهلي جوه المباني يبقى ده ظاهر في مبانيه يبقى ظاهر في منشآته واشتغلنا عليه وقدمنا يمكن ده في المؤتمر الصحفي قبل كده زي ما كابتن الخطيب عرض وقت الانتخابات أكيد طبعا زي ما احنا بنلتزم وبنوعد الناس بأي حاجة هنحطناها في البرنامج لازم هننفزها سواء بقى في الجزء الخاص بمشيئات النادي او في جزء خاص بالبطولات اللي احنا هنننظمها ان شاء الله فترة جاية او بالجزء الاستثماري اي حاجة احنا يعني وعدنا بيها الاعضاء وجمهير النادي اهلي ملتزمين بيها وده يمكن خلانا الترات شهور دول نشتغل على افكارنا وعلى التصورات البسيطة اللي احنا عطناها قبل كده عشان نعدلها ونطورها ونوصلها لحاجة بقى قابلة للتنفيذ وحاجة قوية جدا تضاهي الانديا العالمية واعتقد الحمد لله يعني يكون الاتعرض النهاردة عجب الاعضاء وجمهير النادي الاهلي اتمنى يعني سؤال اخير قبل ما انتقل لزميلي كريم ماجستير في الادارة الرياضية من جامعة ريال مدريد وازاي الفكر خلال الفترة القادمة يكون لنادي الاهلي جامعة مثل الانديا الرياضية في اوروبا برضو يا محمد انت يعني الحمد لله يعني نسمعك سريعا في عنوين مهمة جدا لجمهور الاهلي البرنامج بتاعنا الحمد لله في شكل قوي فعلا برضو ده كان جزء من البرنامج الانتخابي عندنا ومكتوب في البرنامج ان احنا يبقى فيه احنا دايما بنهتم بالجزء التعليمي والجزء يعني يعني عايزين ده نهتم بير فترة جاي نضيفه يعني احنا دايما الرياضة بنختزلها بس في مباريات او بطولات او حتى الاندية يعني كمسلا المنشآت او مباني كتماعية لا فيه قيمة مهمة جدا ودي وصلت العالم كله التعليم ان احنا يبقى فيه ثقافة رياضية سواء على مستوى الاخلاق الرياضية والتوعية او حتى على مستوى تبقى تأهيل الكوادر سواء بقى في الادارة في التسويق في الاعلام الرياضي كل ده احنا عايزين نوصل لأعلى مستوى على العالم ان احنا يبقى فيه بيننا وبينهم نوع من انواع التعاون ونوع من انواع تبادل والثقافات ما بيننا وما بين جامعة زي دي الحمد لله يمكن برضو كنت اطلعت زيارة قريبة لجامعة ريال مدريد من فترة قريبة واستعرضت مع الكابتن ومع المجلس طبعا نتائج الزيارة وان شاء الله قريب هيكون فيه باذن الله حاجة كويسة ما بيننا وما بينهم لان احنا ده اللي همنا اللي هو تأهيل الكوادر وشباب النادي الاهلي الفترة القادمة بما يعير كل او يتلائم او يتواكب مع كل المعايير العالمية انا بشكرك على هذا اللقاء السريل ان التفاصيل مهمة جدا ودائما الموفقين في المراحل القادمة شكرا محمد شكرا ده كان اللقاء مهم جدا مع دكتور محمد دسراج الدين عدو مجلس الاهدارة ودائما الاهلي في حتة تانية خالص الاهلي رايح في مرحنة مختلف تماما عن الجميع حتى الكلمة اللي قالها لناردك كابتن محمود الخطيب والمؤتمر او اللقاء مع الاعلام وجمعية العمامية ورواد النادي الاهلي الاهلي